نهار دا حمال فتوح بيلعب في نص الملعب كانت غريبة بالنسبة لك ولا؟ لا لا احنا قلنا له قبل كده يعني كان كنت أسامنا بيه في الأول قبل ميجي مستفريرا لما بسيكنا المطشين كنا نرى إلعب في نص ملعب هو كان رافض تماما هو اللي كان رافض ومستفريرا برضو قال له قبل كده هو يلعب في التالة بتاع وص ملعب برضو يمكن النهار ده أنا فرحت لم ينت هو حتى بيلعب وبيميل لحتش إيمال نهار دا كلهم عايزين نلعب في النص بشكل حاجة أكيد هو كان الأول حيتقولك ليه أنا لعب بكلفة المنتخب فأبعد ليه عن مكاني كان دي وجهت نظره متفكير منطقي كان هو كمان مستحوز على المكان في المنتخب مصر بالضبط بسا دخل محمد حمدي كان يجع من أصوات طويلة فممكن هو مبرضو اللعيب دلوقتي غير من شهرين غير من سنة طبعا العقلية برضو كل ما ده في خبرات في هدوء أكتر فهو نظرك لا لا هو ماشي كويس هو فتوح لعب كورة بس لعب كورة دايما يعني يلعب في وقت المركز المميز هو واصل لعب فتوح مميز يعرف يزال بزدوان